اهلا بحضراتكم عاملين ايه? النهاردة المحتوى كده مختلف شوية ولكن حبيت ان انا اقفتكم بالتجربة بتاعتي هي الشيرة من على النت وبالزاية النهاردة تجربتنا هتكون اه انا اشتريت من نون حاب اقول لكم عن تجربتي مع نون هل هو كويس ولا لا وارشحه لكم ان انتم تشتريوا منه او لا انا اشتريت من مواقع كتير جدا علي اكسبريس وامازون سوق دوتكم مواقع تانية كمان بس حبيت ان انا اه يعني اه اصور الحلقة دي انا كنت مصوره على فكرة قبل كده حلقة عن علي اكسبريس والشيرة من عليها ولكن لسه ما من تشتهاش ولكن الشيرة من على نون كان مختلف شوية بالنسبة لي كتجربة فحبيت ان انا اقول لكم تجربتي مع الشيرة من عليه تعالوا الاول اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها طبعا علشان انا التصوير والمونتاج فبحتاج ادوات كتيرة عندي ادوات كتيرة نقصة جدا فبحاول لان انا كل فترة اشتري مجموعة من الادوات اللي انا محتاجها ما بجيبهاش مرة واحدة ولكن بجيب برضو يعني شوية حاجات آآ مع بعض آآ اول حاجة عايزة اوريكم اللي هي اللي هي الخاضرة دي بنحتاجها في التصوير بس انا كمان جايبها لشغل البنتي في المدرسة علشان خاطر بحتاجها في تصوير بعض الفيديوهات ليها فهي مهمة جدا طبعا الناس اللي ليها في المونتاج وليها في التصوير تعرف اللي هي الخاضرة دي بتبقى مهمة جدا بالنسبة لنا اشتريت كمان عارفين الزجاجات اللي هي الفاضية دي البخاخات دي حلوة جدا ممكن علشان برضو تحضروا فيها مسلا زيوت تحضروا فيها آآ آآ حاجات للشعر آآ ممكن تستفيدوا منها بالرشل على الزرع لها بالنسبة لي انا استخدمات كتيرة جدا وكان تمانها رخيص جدا اساسا عددها كبير تقريبا عشر وحدات آآ مع بعض ميزة نون ان هو بيجيب مجموعات كده مع بعض وبكون سعرها رخيص كمان اشتريت الصينية دي عجبني شكلها جدا قلت الاول هجيب الحجم ده الحجم ده كبير من الصغير علشان اعمل فيها برضو اصور فيها انا عندي صواني كتير لكن عجبني اللون ده قلت لو طلعت كويسة هشتري كمان البقية الا حجام بتاعتها آآ لما جبتها لقيت ان الخامة بتاعتها نظيفة جدا جدا جدا. وكمان جبت العين اللي هي بالكهرابا ديت آآ لاني طبعا بحتاج ان انا هدخل للمطبخ وصور لكم في المطبخ فالاضاءة ما بتكونش كويسة يعني قوي او مش بعرف اصور كويس فجبت ديت آآ علشان خاطر تبقى سهلة في المنتج هتشوفوها كتير في الحلقات الجاية سعره رخيص جدا جدا. جبت كمان آآ الهند بلندر اللي عندي باز فطريت ان انا جيب هند بلندر تاني واتصدمت من سعره صراحة يعني نون وفر علي حاجات كتير كل ما بجيب آآ يعني شوية منتجات او حاجات بلاحظ اختلاف في السعر ممتاز جدا ودي هراسة البطاطس او الهراسة بتاعت الخضار زي ما انتم عارفينها. عاوز اقول لكم ان دي ممكن خامس او سادس مرة اشتري من نون. فاول مرة اشتريت منه. كان عندي شوية يعني من الخامات لان انا بحب ان انا هدقة او اتفرج واجيب خامات معينة. ولكن اول مرة صراحة اشتريت منها يعني اغلب الحاجات اللي بتشوف التصوير لما آآ جربتها حاجاتهم نظيفة جدا جدا والخامات فوق الممتازة. ودي بتاعة الحروف اللي نقدر نشكل بيها على البسكوت نكتب الاسماء الحروف. آآ طبعا برضو آآ جبتها ما كانتش عندي. آآ وجبت كمان اللي هي الاكواب المعيارية. انا عندي الاكواب المعيارية الكبيرة ما كانتش عندي صغيرة. فلما جيت اجيبها فالطأم كله مع بعضه. حاجة رائعة جدا جدا. آآ وكمان جبت مجموعة من الكوبات اللي هي بتاعت بقى السموذي والحاجات بقى اللي احنا بنحضرها بقى الحلوة والمشروبات. انا عندي كليكشن كبير قوي بس انا بحب بكون لما الاقي اشكال جديد احب. عجبني الشكل ده جدا فحبيت ان انا آآ اشتريه. عاوز اقول لكم ان مجموعات الحاجات دي كلها لما جيت حسبتها وتفرجت عليها برة في الاسواق. يعني في الاسواق مزودين تلات مرات او اربع مرات اضعاف السعر. يعني لو بمية جنيه ممكن تلاقوه في السوق لو جبته المجموعة دي مسلا مسلا بربعمية جنيه. كمان بقى جبت بقى المفاجأة الكبيرة دي جميلة جدا 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 ودي على فكرة هي يعني شركة نون هي عاملة اغلب المنتجات دي يعني جايبها وحطة اسمها زي ما انتو شايفين نون عليها. دي طبعا بتعمل يعني بقى آآ هي المفروض انها هو جهاز للوافل. انتو عارفين الوافل اللي انتو آآ مستنين مني نعارفة طريقته بطريقة صحية ولكن بقى لما انا جبتها لقيت معاها بقى آآ يعني قطعة كبيرة القطعة الاولانية دي للشاوي الناس اللي هي بتسأل على موضوع الشاوي بتطلع الحاجة ما شوية ممكن التوست دي كمان للتوست وكمان قطعة للوافل وفي قطعة للبيد وكمان للبانكيك معها قطعة كتير جدا انا ما كنتش متخيلة ان هي تطلع بالجمال ده والسعارها رخيص جدا جدا. انا حاب اقول لكم ان اللي حابب يشتري من النون او بيشتري من النون انا هحط لكم كود آآ خصم فيه صندوق الوصف تقدروا تستخدموه يعني اللي مش حابب ان هو يستخدموا براحته بس انا حبيت ان انا احط لكم كود الخصم دوت عن طريقي يعني لما تيجوا تشتروا تاخدوا الكود ده وتحطوه هيعملكم خصم عشرة في المية على الحاجات اللي بتشتروها يعني تشترو حاجات آآ سعرها حلو وكمان هتاخدوا عليها خصم عشرة في المية هسيب لكم الكود في صندوق الوصف بس بصراحة دي اه احلى الحاجات اللي انا جبتها المرة دي علشان طبعا احنا بنعمل حاجات صحية كتير جدا فبنحتاج الجهاز ده آآ كتير ودي آآ تواصة انا جبتها آآ علشان خاطر نعمل بقى فيها الكربات والحاجات برضو هنحتاجها ممكن هي آآ يعني آآ السطح بتاعها رفيع شوية عجبني كمان الطبق ده لقيته شيك ممكن نعمل فيه شربة ممكن نعمل فيه صلطة شكله شيك جدا كده على السفرة هو كبير شوية يعني حتشوفوه بقى الطبق ده كتير في التصوير الفترة الجاية بجد بجد والله آآ المنتجات اكتر من روعة واكتر كمان من توقعاتي يعني صراحة آآ احسن موقع آآ اشتريت منه هو كنون يعني انا وكمان علي اكسبريس كويس جدا ولكن بياخدوا وقت شوية في التوصيل في التوصيل يعني ممكن توصلوا لغاية اسبوعين عبال ما الحاجات توصلكم انما نون بيوصل تاني او تالت يوم بتطلبوا آآ الحاجة يعني في حاجات طلبتها جاتني تاني يوم على طول وآآ دي بقى الاكياس دي علشان بقى تبقى سهلت الاستخدام والتنظيف تاستخدموا الكيس اللي هي بتاع التشكيل والحلويات والحاجات دي تستخدموا الكيس وترموه على طول وده كان باكت على طول آآ ميت كيس مع بعض كان تمانهم مرخيص جدا ودي البولة ديت انا كنت عايزة محتاجة واحدة كبيرة شوية انا عندي اغلبهم صغيرين فكنت محتاجة واحدة آآ كبيرة اعتقد دي آآ ستة وعشرين آآ لتر كبيرة تعتبر آآ كبيرة وشكلها حلو علشان خاطر برضو التصوير يعني انا اغلب الحاجات دي صراحة جايبها علشان التصوير آآ فطبعا دي تجربتي مع عشرية من نون زي ما قلت لكم دي مش اول مرة انا كمان اشتريت لبس زي ما انتم شايفين ده على فكرة اللبس ده مخصول يعني خمات رائعة وقطن واسعار مزهلة يعني انا وصراحة بشتري كتير جدا من برة ولكن نون قلت يعني كل حاجة بجيبها اجرب الاول بس تجربتي صراحة كانت ممتازة جدا آآ اللبس ده كان رائع على فكرة في لبس البيت يعني بزيت صراحة انا ما جربتش لبس للخروج من نون ولكن البجامات بتاعت البيت قطن وخماتها حلوة جدا ومريحة جدا في اللبس حبيت برضو ان انا اقولكم ان انتم ممكن تشتروا البجامات من على آآ نون ممتازة جدا وكمان جبت فرع النور ده كده يعني يعني لقيته فاقلت اجيبه اجربه آآ كان آآ في ده بس ده كان قديم شوية في روز السنة طالع جميل آآ جدا برضو فدي كانت تجربتي مع نون انصحكم ان انتم تشتروا من على نون لانه في سرعة في التوصيل الخمات كمان آآ حلوة جدا جدا لما تيجوا تشتروا اي حاجة شوفوا الريفيوهات اللي بتبقى موجودة الناس بتكون كتبة ان المنتج ده حلوة او المنتج ده مش مش كويس في سرعة في التوصيل او لا ولكن صراحة الاربع او الخمس مرات اللي انا اشترت منهم كانت توصيل سريع جدا 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 معادة طبعا ايام الاعياد برضو ما بيتأخرش قوي ممكن يتأخر اسبوع في ايام الاعياد ولكن في الطبيعي تاني يوم او تالت يوم بيوصلكم خمات ممتازة جدا على فكرة في خمات غالية وفي خمات متوسطة يعني الخمات هتلاقوها زي ما انتم عايزين على حسب مسلا آآ الميزانية بتاعتكم هتلاقوا اسعار متوسطة اسعار رخيصة اسعار غالية في كمان برندات يعني في ناس حاطين برندات ولكن صراحة انا ما كنتش معتمد شوية على البرندات لان انا يعني عندي البرندات يعني عندي حاجات البرندات فانا دولة للتصوير فجبت ايه حاجات هي ميد ميد كلها ميدن تشاينة آآ كلها صيني هو نون اصلا صيني في الاول وفي الاخر هو المنتاجات اغلبها آآ صيني ولكن والله بجد خمات ممتازة وحاجات جميلة جدا وحاجات انا اتبسطت منها ارشح لكم ان شاء الله كمان هنزل لكم آآ الفيديو بعد ما يتمنتش عن علي اكسبريس انا بموت في حاجة اسمها علي اكسبريس ولكن هو بتاخر شوية ولكن اصعاره وحاجاته تحفة تحفة برضو جميلة جدا صراحة انا ما عجبنيش اغشرة من على سوق قوي يعني ما مرتحتش في سوق آآ دتكم قوي امازون آآ بس هو الامازون الاول بتاع بره لان دلوقتي انتم عارفين سوق بقى اسمه امازون ولكن امازون اقصد امازون بتاع بره بتاع امريكا اشتريت منه مرة واحدة آآ بس في بقى مشكلة في التوصيل وفي الشحن والكلام دوت وبرده المنتجات بتعتبر غالية شوية علشان كده بالنسبة لي كانت تجربتي مع نون احسن تجربة فما تستسوش ان انتم آآ تستخدموا كود الخاص ما هتلاقوا في صندوق الوصف والتعليق المثبت لو ليكم اي استفسار عن آآ اي حيك تخص آآ نون او حتى الشراء من على الانترنت آآ يعني عشان عندي تجربة شوية فيه ما تترددوش ان انتم تبعتولي وانا ان شاء الله آآ اجاوبكم باي باي موسيقى